شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية IEP World Wide Service توصلت إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية يقضي بعدم ملاحقتها قضائيا مقابل دفع غرامة مالية قدرها سبعة ملايين ومائة ألف دولار وذلك بسبب تأمرها من أجل دفع رشاوة مالية إلى مسؤولين حكوميين في الكويت سعيا إلى الفوز بعقد ضخم في الكويت وبهذا الصدد وجه النائب أحمد القضيبي سؤالا برلمانيا لوزير العدل وزر أوقاف شؤون الإسلامية يعقوب الصانع حول الخطوات التي تعتزم الوزارة أو هيئة مكافحة الفساد اتخاذها تمهيدا للإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من ورد اسمه بهذه القضية